بغيت تهرم الموضوح وقالت ولكن دابا بغيت غير نرقص شدها من خسرها بريقة قربها ليف ومعه هو طويل عليها جار اسفق راسها قال ريحتك زويلة قالت ثاني رجعت المغازلة هبط راسه لراسه وهو كيشوف عينيها وقال شحال تمنيت رقصي معايا وانتي حفيان حيداتك عبها العالي وقالت ولكن شوف انا قصيرة اتير هزها وحط لها رجليها على رجليه وابدا كيرقصها على نغاماته تحت موسيقى هادي او رومانسية بيرقين من المشاعر كيجتاحوا علاش هاد البنت بالضبط كيتصرف معها بعض طريقة وهو اللي علاقته بالنساء كتقتاصر فقط على الجنس شعور غريب كيحسوا بالامان والراحة اللي فقدهم من شحال هذا من داك النهار الكائيب هاد شي عمره جربه ولا عاشه ولا حسهم عشرين علاش هاد البنت بالضبط ولات كتصطيه بتفاصيلها مختلفة على البنات هاش كتقوله اتير واش غتولي تبغيها في يومين قال كنت كنت خيلك كأنك سندريلا اللي فقدات سباتها وجشار الامير الخاص بيها زعماء هنا وردوا ليها ولا تملكوا قالت ما بقيتش كنصلاح لدور سندريلا حيث النسخة المغربية تقصتها بنت غبية طاحت في غرام واحد سخيف وقال شنو لا لا هزيت عينيها الفديتين وعلى طرفهم كينين دمعات وقالت شنو زعماء بتجي معايا نكون سندريلا وقال دورها بزاف دلمرات وعاويت لقاها من خسرها بحميمية وقال كنشوفك نوع آخر تسندريلا انتي مختلفة لانا عندك الرقة والتفاني والجمال وفي نفس الوقت هزا درع يحميك انتي سندريلا المقاتلة ألانا لانا كانت عجبها هدرته بزاف أول واحد غادي آمن بيها بحل هكا قالت صارحة كتعجبني مولان على سندريلا حيث هي مقاتلة ومتمردة على واقعها ماشي بحل سندريلا اللي تكالي بلا قياف واللي لا حول لها ولا قوة ما سعادش باش تحقق ذك شي اللي كتمنى وقاتك تسن الجنية تحقوليها هي ما عندهاش الجرأة تكشف على نفسها فقط تسنات كفتات متزمتة حتى يجي الأمير ويلقاها لا سيأتير سندريلا غير وسيلة زرعوها لنحن البنات في دماغنا باش يسيطروا علينا ونبقا وقالسين نتسناه الأمير الوسيم دينا عوض نقاتله ونطيحه وننوضف سبيل دك شي اللي باقين أتير كير مقهب ندارات حبه قال كنت عارف أنك من دعاة المساواة بين الجنسين كيفاش نقدر نغويك دابا؟ قالت انتا انتا قاطحها أتير وقال أنا فقط بغيت نقتل هاد الأمير شارل اللي قتل سندريلا بداخلك ما مشات بشدة وقلبها يبدك يخفق كيفاش عارف؟ أتير قال على فكرة حتى أنا كتعجبني مولان وغمزها بقات لانا فيقليل كامل من بعد ما وصلها أتير حتى للدار بقات كتراجع الأحداث دي الصهرة وتحاول تعاود تعيشها بخيالها استمتعت بكل لحظة وهو في جنبها الحوار معا كان ثلث وش حال ما هدرات مع شي حد هاكا فدات عينيها فجأة وتفكرات لقطة فاش ضمها لصدره في الرقص رأسها كان بأمان فوق صدره وإديه اللي محاوطينها كأنه ما حانينها من قسوة العالم شعرات بالأمان والانتماء والحماية الأول مرة واش مل ممكن داك زير النساء يمثل لها الأمان والحماية مفتونة هيدا هو الوصف المماتل لحالة هدابا خاصها تقبل هاد الوصف وتقبل أنها استمتعت معا خصوصا من بعد ما قبل إديها ومن بعد ما وصلها وتمنى لها ليلة هانيئة ولكن فين هو الهاناء ليلتها ما كانت لا مربحة ولا هانيئة ظلاتك تفكر فيه وإحساس بالدم كيقرقها ما تتافقوش على موعدهم القادم الموعد اللي مش طاقة تعرفوه إمتى فجأة وصلها ميساج من عنده غدامي عاد نمع السبعة قدام الفيلا باش نوصلك الخدمة ونفطرو بجوش بقيت كتتأمل في الشاشة التليفون والبسمة على محياها من بعد ما باستو وحطاتو حدا قلبها وقالت هاوي لي ايش كندير ارجع الله علىنا هو خدمة مجرد خدمة انتابهي وتفكري هادشي ديما حطات راسها على المخدة ونعسات وهي متأكدة باللي أتير غيكون محور أحلامها أتير كيهضر في التليفون مع شيرين اقال قالوا شيرين سمحي لي يا بزار ولكن كانت عندي الخدمة بزار واجديماع مهم داكشي علاش كنت طاف في التليفون قالت شيرين اجديماع عمل حتى الدابة واش عرفتيش حال في الساعة دابة نرجعه شوية هو أكيد عارش حال في الساعة دابة عارف مزيان حيتبقى كيفكر في هال ثلاثات ساعات من بعد ما حطها قدام دارها كيسترجع كل ضحكة وكل ابتسامة وكل كلمة ما عمره ما تأثر بشي وحدة هاك ولو بخطيبتو شيرين اللي لا يمكن الإنكار أنها جميلة جدا شيرين الجميلة الأنيقة والأرستقراتية اللي ما عمرها ما تقدر تطلب هي اللولة من شي واحد يرقص معها كيف دارت لعنة تقدر تموت قبل ما تلبس بحل فستان اللي لبسات لعنة شيرين بحل شي فاكهة محفوظة ببزارد السكر أما لانا فهي شيء آخر مضاق آخر كتشبه الحبات الفرينة رغم المضاق اللي دعتيالهم إلا أنك كترغب بالمزيد لانا خطر خطر على سلامته النفسية خاصه يسالي هاد المهزلة وفي الحال حيتعرف باللي تعلق بها بسات وهاد الشي غد يخرج على زواجه اللي باقي ليه أسابيع قليلة دكشين اللي قروا من بعد ما ودحها لكنه أبقى المدة دي الثلاثات السوايع وهو كيمر أمام بيتها كيخمن في إين غرفة ممكن تكون نعزة وبدون سابق تفكير القرس وكيشعل التليفون اللي كان ننساه تماما أنه طفاه اللي كان ننساه تماما أنه طفاه وصيفت لها ميساج على أمل لقاء جديد أنا رجعه الحاضر قالت شيرين آتير واش باقي على الخط؟ فاق من شروده نساب اللي كيهدر مع شيرين قالت واش نعزتي ولشنو؟ قال سمحي لي يا أغفيت أنا عيان كان الاجتماع مرهق كان اعتادر على قبل التليفون اللي كنت فيه وكان وعدك غنعودك على خطأه شيرين عارفة كل شي وعارفة كيكدر وقالت ممم واش هاد الصفقة مهمة حتى لها الدرجة؟ قال اكتر ما كتتخيل صبحي على خير وهي تقول واخا ولكن عندك تنسى الموعد للعشا اللي وعدتين يغدى أتير هو أصلا كان ناسي قال واخا باي شيرين زمينة بالسعب ولكن ما عندهاش تقف راسها علق بلدك شي اللي اترف الماضي على عكس لانا والرجال ما كيبغي وش هادش كيف يفضلوا مرة خايبة وتيقف راسها ولا وحدة بحل شيرين الجمال قوة من قوة الطبيعة وجمال المرة إلا استخدماتوا مع عقلها بطريقة صحيحة تقدر تخلي أعطى الرجال خابعين لها قالت غيطة شنو كان ليك؟ فين كان؟ قالت لها شيرين اجتماع ضحكات غيطة وقالت الوغد الكذاب العخد هو أخواء بخيرته كام لعلى ودعشا معلانا وكتقولي اجتماع عمل قالت شيرين ولكن هادشي ما كيتبتوا اي راجل غتحطي مرة قدامه بحل هاكك غيتصرف معها بنفس الطريقة ولكن غنبقى آل اللي غدي تزوجها قالت غيطة اه ربيع لبنتي شحال بهلا كيفاش كتفكري هاركا؟ وانتي بنت غيطة قادم شيرين قالت ماما عمرك ما فهمتيني وعمرك ما غدا تفهميني آخر كلام هو أن الرهان كان على أنه يتقدم لها لزواج ماشي يعرض عليها اللعجة شافت فيها غيطة بندرة غاضبة حيث عارفة همها الأخير هو الرغبة في الانتقام وهي مهمهاش آتير بحد ذاته بقد مهمها الزواج به غيطة قالت تفوع للحب اللي وصدقل هاد الحالة توجهات شيرين للنافدة وطلقات شعرها للريح عند بالهم هي باغة تبقى هاكا دمية بلاستيكية هي فقدات شعورها بالحياة توحشات جنونها أما آتير فهو مجرد إطار غيكمل صورتها كيف ما هي بالنسبة لي؟ تتحاول تصنع الحب والهيام قدامه وقدام ماماها اللي من اللي شافت بنتها كتبغيه حركاتها غريزتها الأمومية باش تنقذها من الفشل اللي تعرضات ليه هي على إيد بواه عند بالها باللي نسات عصان وكان غير من عوارد سن المراهقة ولكن هي ما نساتوش وعمرها ما غتنساها خاص ماماها تفهم باللي بنتها قبلات بأتير بكل خطايا حيث هو الوحيد اللي يقدر يكون وسيلة جيدة الانتقام من عصان هو على الأقل ما كتبغيهش وأي تصرف ما غديش يمزقه الوحى كيف ما دار عادي لشحال هاتي نرجع لشحال هاتي من بعد الليلة دعيد ميلادها سناتو الليالي طوار ولكن مبقاش كيجي لقصرد آل كادم قصة حراسو بعناد شديد كانت صباح وسمعات شي صوت من المسبح فيش طلات لقاتوه وكيهم بلابيسين بمنتهى النشاط الحيوي دغيه طارت لبسات دو بياس وفوق منهم كثوة صيفية واسعة وطويلة هي خاصها تراديه داك شي علاش خاصها ترجع شيرين ديالي الطفلة اللي كانت ديماً في حظمه هبطت دغيه في تواني المسبح وبقات كتشوف فيه وتقدمات وقلسات في جنبها بيسين وبقات كتلعب رجليها في الماء عصام تسمع صوت شي واحد كيلعب بالماء وقال صبح الخير وبداك يسبحت جيهتها وهي تقول صبح النور على سلامتك وقف حدا رجليها اللي مخشيين في الماء وقال ما كنتش مسافر وانتي عارفة هاتش قالت واش باقي مقلق منه صافي عافاك اسمح لي انت اللي عندي وكتها تنبيه في هذا الدار حافاك قال ليها شيري ما تبقىش تقولي هاكا انتي عارفة جداتي راوي اش حالك تبغيك قالت ياهي رجعتي تقول لي يا شيري ايه دا نرجعنا اصدقاء نهد بابتسامة وقفزات هي في المسبح غدت سابق وحتني حافة الاخرى وقالت انا اللي غدا نربح انت لقات بكل حيوية قبل ما يدهو وفرمشة عين وصلت قبل منه قالت قلت ليك غدا نربح خسرتي السعيسام قادم كانو صلح دا هو وكيل هات بدك يغرق فيها ويخشي ليها راسها تحت الماء بالضحك وقال الغشاشة الخرى اهيد شي اللي علمتك شيري طلعك راسها من الماء وقالت وهذا هو العدل شوف قامتك قداش كيفاش وحدة قد غدا تنافسك بدك يتراش معها وقال قاذا ما الخرى غشاشة ابقاو كيلعبوا بالماء ونساوا التوتر اللي كان مسيطر على الأجواء بيناتهم في اللوة وقداو وقت ممتع وسط المسبح ابقاو كيتسابقوا لعدة مرات ودائما شيرين كتغسر وهي تقول عيسان بارك ما تغلبني انا غدا نوريك حيدات بتوب الصيفي اللي كانت لنفسه وغلباته هاد المرة وقالت ياه يربحت ربحت وبدات كتغرق فيه كيف مكان كيديرلي هاوة وضحكات هات عالات ولكن هاد المزاح الباريء ما غايدومش بساف هي كتغلب على الاهتمام دياله بغاو تبيليه باللي هي أنتة وفعلا بمجرد محيدات التوب وبقات بدو بياس برزات أولونتتها وولات كتبان مغرية سلبات اهتمامه ونظاراته بجسمها الرشيق لمحب نظارات الإعجاب من بعد ما حاصرها في القمط ديال المسبح وحاول يخفي نظاراته في البلاثة ولكن هي ما يمكنش تفوت فرصة بحال هاد استشعرات ضعفه وإعجابه ووضعت إيد على عنقه من نور والإيد الأخرى طلعتها برقة على صدره الشي اللي خلى جسمه يتشنج زمهات آه خفيفة من على فمه وقربات له بإغراء وحطات شفتيها على شفتيها وقبلاته بطريقة اللي خلاته يهيش ما حش براسه حتى إيبدو بدات كتتحسس جسمها الرشيق وتحطات على مؤخرتها وعاد ما زاد ندافع وتحولات القبلة الهادئة للقبلة عنيفة بدات كيلتاهم شفايفها بعشق وهي طبعا بادلاته شعور وإديها توضعات على ظهره أما هو كان مرفوع انتاقل لعالم الشهوة والرغبات تواني فقط أطرت به وتحكمات بسيطرته الحديدية حتى كان غادي غرق بطيار قنوتتها ما عرفش كيفاش باق من هاد القبلة الهائجة وويش آهاتها وأنفاسها اللاهتة أو لصوت نبضاته المتسارعة استجمع دك شوية لحقا اللي باقي عنده ودفعها بعيد عليه والتاجه خارج من المسبح ومشال فوته باش يمسح بيها جسده الضخم بعنفه قوة وقال هاد الحركات ديال بطلقيت خاسهم يتحبسه وانساب اللي راه هو كان كيتلمسه يبوص غير دعبة شيرين طلعت بتطاقل جهته بغا تحاول تدافع للحب اللي كتحمله تجاهه واللي حسات باللي حتى هو كيبادلها نفس الشغل وهو يقول باللي يا غيطات شغلات بالخدمة وانسات ما ربات بنتها وعلماتها الأداب حتى ولات كتصلقت قالت شيرين عصام عفاك قاطعها بعنف قسمه عنف موجه لذاته أولا كيلوم راسه على استجابته لها كيفاش راجل بتجارب كتيرة قدر يستاجد بالهاد الحركة استجابة ما قدرش يسيطر عليها أو اللي يتفادها ما عرفش علاش الحاجة الوحيدة اللي عرف هي أن شيرين خاسها تحبسها التصرفات قبل ما تقادي راسها وتخليه يدير شي حاجة اللي غتنوض الفاتيل ما بين العائلتين قال بعصبية وقسوة لجرحات شيرين أنت كتلعبي بالعافية وما عرفشش كتيري كتحسبيها لعبة مسلية وكتعرضي أونوتك وشرف جسدك مقابل شنو ويلو فقط متعرغيسة شدها من دراحة بقوة وقال اعتاديتي على هاد التصرفات قولي شحال من واحد عرضت علي هاد الجسد كيف ما عرضتي علي يدابة بسخار قولي شيرين بدا تكاتبكي وقالت شت سكوت ما تزيدش مازان حتى كلمة وقال لي ها كلمة واحدة اللي غدنقول مرت عيطات لي البارح وقالت لي باللي هي حاملة وغدنردها وغدرجعت تسكون في القسر ايضا هادة تصليتة ديالك ما نبغيش نشوفه كلماته جرحه اعماقها هي كتبغيه من قلبها وغدت تعطيه اغلامة عندها وهو وسمها بالعاد واتاهمها بالعبر زور كانت كالضنبي للهضر اللي كان غير كيراوغه ولا كيعاقبها ولكن سرعان ما تأكدت من صحة كلامه ملي شافت مراته في القسر من بعد يومين ملحادي تد المسبح الكارتية تعالت الزغاريت في الدار نجوة فرحانة بحفيدها اللي غايت زاد وغايت ولي واريت آل كادم والجدة راوية كذلك طلباتهم ينظموا حفل دخم وكانت نجمة الحفل ليلة اللي معلقف عصام آه عصام اللي ما اكتفاش بإهانتها شفويا بأقصى الألفات بل عاقبها بنظراته المحتقرة طيلتها دوكيومي الشي اللي خلاها تفقد ثقتها بداتها ونفسها كيفاش ارفض حبها البريء بذيك الطريقة وارجع بسرعة لطريقته هدم شخصيتها ورفضوا لجسدها الجميل خلاها تشعر بالجسدها وجمالها نقمة خاسها تخفيها وتخلص منها وهات شي اللي دارت حضرات الحفل بتوب أصفر باهت بدون مكياش وهجرات أتوابها الوردية الزاهية وهجرات أتوابها الوردية الزاهية واكتفات بالألوان الباهتة لحد الآن تقمصات شخصية باردة وخامية من ديك الليلة بالدات اختفات الضحك الشقي واختفات شيرين صغيرة عصام وتحولات العروس دمية لأتير اليقطوم ولكن تم موقع ما لم يكن في الحسبان من بعد تحولها من شيرين الشقية المفعمة بالحيوية والواتقة بنفسها للشيرين العروس البلورية الضمي اللي كيتحكموا فيها صدمات من تصرف عصام طلبها للزواج من بعد شهور على رجوعه لزوجته وهذا المرة نفاصل عليها نهائيا حيتحاولوا بقوة باش يستمروا في العلاقة على قبل بنتهم صغيرة اللي تولدات لسميتها ندا ولكن ما قدروش دكش علش نفاصلوا انفصال هادئ وبقاوا صديقين ولكن هي رفضاته بغد ترد ليه الألم اللي حسات فيه من كل كل مجال هاليها من كل كل مجال هاليها ومن كل نظرة احتقار احتقرها بيها وكل دمعها نزلت على قبله بغد تنتاقم بغد تخليه يبكي ليلة عرسها كيف ما خلاها كتبكي ليلة عرسه بغد ترد ليه الصرف من بعد ما اضطر عليها في حياتها ومن بعد ما كان هو ثبب ضحكتها واختفها منها كل مرة كان كيشوف فيها نظرة احتقار حتى ما بقاتش عند هاتي قفرسها حب بريء وصلها الحالة اللي ولات فيها وهي حال فاحت تشويه بالنار اللي تشوات بيها ماشي ثوقها قاتير يكون كيخونها ولشيحها جفرة هي خاصها تكمل العرس باش تشوف نظرة الندم في عينين عيصانا كتبغي وكتكره حبها ليه انا رجعو الحالة الامر كان واضح وضوح الشمس ولكن هي خاصها تجدب انتباهه مرة أخرى هات الشي اللي عارفاه دابع واش باش تستامر في الخطة واللحة هي بارياه انتباه لها حطات فرشات وقالت شنو كاين؟ قال لها اتير شنو؟ وهي تقول بيلي يبحى ليلة ندمتي حي تعرضتيني لهاد الكافي الراقي ياك ما غنطر نغسل المواعن باش نخلص الفاتورة وضحكات قال بابتسامة ساحرة عجبك المكان بغد نظر على الرفقة السيئة قالت عجبني بزات فكرني في واحد الكافي في تنجا فرع آخر ديال هذا ولكن الآخر عنده واجهة زوينة مطلة على البحر بانع لو جهها حانين هوجتيا قال مدينتها وهو يقول اتير اين تخرج دي من تنجا؟ قالت خمس سنين وهو يقول وامتظرتيها آخر مرة؟ قالت من خمس سنين اتير سفرت سفيرة طويلة وقال شنو اللي منعك باش ما ترجعيش؟ قالت وشنو اللي منعك باش ما تسوقش؟ ارجعت تك على الكرسي وهو مربع ايديه حدا صدره الضخم ومقابل الملاك اللي قدامه وقالت واش في اخبارك؟ باللي انقدرنا عرف تفاصيل دحياتك كاملة بهامسة مني؟ قالت نفس الشي بالنسبة لي ما تنساش انك التعامل مع صحفية محترفة سكتوا بجوج كأنهم بجوج ما باغينش يبوحوا بأسرارهم البعضياتهم الدكريات الدفينة اللي ما بغوش يحيوها كل واحد فيهم عنده خلفية على الآخر خلفية فيها بضع كلمات فقط الشي اللي ما كيخليهش يعرفش شخصيات لاخر اتير قال ما توحشتيش الغموض ديالها ما توحشتيش الغموض ديال بحرها قالت توحشته ولكن تعودت على صداع كازا وهو يقول بغيتي تزوريها مرة اخرى؟ قالت بشرط يلدتي منتا ومشيتي معاي قال لها ايضا يلا هننشيوه غمزاته وقالت كان قصد تسوق ديال تماما ماشي وصلنا الشي فور وهو يقول انتي مرة مستحيلة هزا تكتفها بابتسامة وقالت هادي انا وهو يقول وانا عزيز علي نخوض غمار المستحيل قالت وعد اخر وهو يقول امني كانت مننا نفهمك نتعرف عليك اكتر حضرات رأسها وقالت نخاف لنخيب ليك امالك نقدر نكون مجرد غلاف براق الكتاب بلا محتوى قال كنظن باللي غنلقى بزاف وبزاف بتسامتك المشرقة وراها جبل بالاحذان وهي تقول له خبير مع رازك كلاو وجبة الفطور ووسط حوار شيق ما كيخلوش من مشاكسات لفضية احتد عطل الوقت وطلباتو لعنا باش يتحر فعلا ساق بيهم الشيفور وقبل ما تهبط قال لي هاتير سمحي لي ما غنقدروش نتعشاو اليوم مع بعضياتنا عندي موعد مسبق قالت وشكون قال لك بلي غنبقى ونتعشاو مع بعضياتنا كل ليلة قال لي ها انا اللي قلتها لرازي حي تبغيت وهي تقول وكتقول لي انتي مستحيلة وبعض اتير بغاها تقول لي بغيتك تبقى معايا في الليل وهو يقول زعمة ما غتسولينيش على الموعد لانت وطرات وخاصة من اللي طاحت في بالها بلي قدر يكون موعد مع خاطبتي ولا مرة اخرى علاش الله حسيت نوعا ما بالغيرها وهي تقول لا 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 ما كين لاش وصلنا وتعطلت شد لها ايدها وقال موعدنا غدف الفطور ضحكات وقالت ارى غادان تعود على هاد الطرف والبدخ في الماكلة هبطات وهي كالتمايل بخسرها والشعر منسادل على ظهرها وهو ماسق قلبو كيتحسر اما هي فموعدو شاغل بالها يمكن غارت ولكن علاش غدت غير كتبقى غير خدمة واش غدت غير من خاطبته بالصح تقدر تكون خطة غيطة ولكن هي ما كتشوفوش داك الشخص السيئ حتى لديك الدرجة اللي مايصلحش الشيرين هو عابت ولعوب ولكن هادي غير الواجهة الداخل مناقض تماما وهي خس هتحيي ديك القشرة ميش تعرفوه على حقيقته وليت بغى تقديمهاه الوقت بالصاف كترتاح معاه حب او اعجاب الله اللي كيحلم هزيت تليفونها بالذربة وكتبات ليه مساج وبغيت نتغدى شي اقتراحات كانت لانف لسونسور الخاص بالسيد اتير واقفة ومخلوعة ومع مرور كل طابق كتزيد التوتر ودقات قلبها كيتزايدو باقي تواني وطلق معاه مرة اخرى وهي هاد المرة اللي خطات اللقاء وصلت قدام الباب الخارجي للمكتب حاولت توقف بطيقة قدام السكرتيرا دياني وهي تقولي هالسكرتيرا لاني سالانا قالت نعم قالت السكرتيرا تفضلي السيد اتير بنتي دارك دخلت عنده بشموخ حتى كيجي موراها وهو دافل نفوف شعرها وبدون ما يشعر همس لها بصوت متقطع توحشتك لانا توطرات قالت ايواء فينا هو الغداء اللي قلت ليا وفينا هي الحاجة اللي قلت ليا باغي توريني في التليفون شنو السير في مكتب ديالك دورات لنا وجهها على المكتب فما لقات لا تحفن نهاء ولا صور باغذة التهمن كم والفين يكونوا مكاتب رجال الأعمال بالعكس كان مظهر المكتب بسيط زاجة كبيرة اعطا ترونق مشمس للنباتات الخضراء اللي كينين صدمها ما توقعتش يكون كيفض للبساطة قالت مكتب عصري وهو يقول وهو شاد لها في إيديها ومعارفش بيلي جسمها شعر من المداعبة اللي كيدير إيديه فين تبغين تغداو قالت أي بلاسة ولكن قبل قولي يا لاش أصريتي نجي المكتب شنو باغيت وريني أتير قال قولي لي يا بعدها علاش بغيتيت تغداي معايا لانا كتدوي مع رأسها قالت آش بغيتين قوليك بلي وليت كنت وحشك بلي ديك القشرة الصلبة اللي بنيتها هادي سنوات بابتسامة عابطة منك ولمسة خفيفة منك ديك القشرة كتزول بلي قلبي كينتافض الهمسك ومنقدرش نسيطر عليه بلي خدمتي كتتوقف على أنني نرفتك ولكن هاد الخائن اللي وسط دلوعي كي طلبك أنا عارفة بلي أنا في طريق التدمير داتي ولكن لا حيلة لي سوى أنني نتوجه نحوك بلي وليت صار قهراجل وهاد شي ما كيهمنيش حيت وليت بغى نبقى معاك وماشي على قبل الخطة من قبل ان هازمت في حرب غير عادلة وده بغى دا نبديك وغدا نرح رمشات بشدة باش تخرج من دوامة أفكارها باش تلقى العابط لتسلل قلبها بدون إدن ولا سابق إندار قال يلا هنمشيو وهي تقول فين؟ قال أتير غان وريك سر من أسراري جرها من إيدها افتجاه المسعب وهي فحيرة وتساؤل قالت طاها وهي فحيرة وتساؤل قالت فين طالعين؟ قال لسمة وهي تقول ما كان تحاج أتير قال طالعين الشقة الخاصة اللي كان فوق من الشركة قاطعته لنا وقالت كيفاش جرأتي؟ أتير قال شش خليني نكمل أبغيت نقول باللي فوق من الشقة كاي نستحد البناية وهو البلاسة اللي بغي نوريليك المسعب طالع وهي حاسة بالفضول وفي نفس الوقت الحرش وقف المسعب وخرج أتير وهي بقعت مجمدة في بلاسها قال ليها يلا خرجي وصلنا للسطح شدات إيديه وقالت اسمح لي وهو يقول اعتدار ما توقعتوش منك قالت صراحة كنت تقليدي أكتر من لازم ومشى بالي بعيد ما جات فين تكمل هضرتها حتى تصدمات بالمشهد اللي قدامها ما شافتش استعادي من الإسمنت لبناية شاهقة الطول بل مشهد حديقة خيالية مجموعة هائلة ومتناغمة من أزهار وباقات منسقة بطريقة بديعة وفنية حلات فمها بدهول القاترس هلا إيرادياً كتحييت صباتها وكتخشي صبعانها وسط الحشائش الخضراء وكتلمس أوراق الأزهار الناعمة أما أتير كيتأمل الفراشة اللي قدام الأزهار اللي دخلت حياته وسلبات ليه عقله بطريقة عمره توقعها قالت واو كيفاش قدرت يدير بحال هاد الجنة فقسطح؟ قال كنظن باللي المال على الأقل عنده إيجابيات وهاد دليل قالت رائعة تنصيق والألوان واو اللي صيبها فنان أتير قال شكراً على الإطراق وهي تقول له أنت اللي صيبتها هو لكن كيفاش؟ قال أتير قلت ليك من قبل باللي كان هو الظهور لانا بقت كتدور وكتستنشق الأكسجين حتد سطحات مع صدره ابدا ودقات قلبها كيتسارعه أما هو كيحاول ما أمكن يستغل الفرصة ويشبع من قربه لها ولا كيبغيها وما يمكنش ليه ينكر في أيام معدودة سكناته بجمالها ورقتها ودكاءها وقوتها طلعات عينيها ليه وهاد الحركة كافية بش يدوب هو عينيها الرماديتين اللي كتحددهم بالكحل الأسود قتله بلا ما يشعر ابدا كيقرب من شفايفها وهي مستسلمة تماماً هي عطار فات بينها وبين نفسها باللي كتبغيه نفسه الحارة كتضرف وجهه خلاتها تفشل ما بقاش كتحس برشليها الشي اللي خلاه يحاوت خسرها إيديه ويزيد يقربها منه ميليمترات بين شفايفهم المرتعيشة وهو يقول الموظف سي أتير الغداء اللي طلبتيه واجد نطلعه لهنا أتير نتابه لنفسه وقالت آه في هذا الجانب لانا قالت في خاطرها آوي لي لانا إيش كنتي غدت ديري حاول يبدل توتر الجو وهو يقولي لانا أجي تشوفي وقفت حدا وقال عرفتي هاد الزهرة قالت هادي هي البفاردية اللي قلتي لي يعليها حرك راسوب الإيجاب وقال عندك الصح ولكن سمحي لي ما غنقدرش نقطفها والهديها ليك اللي كيحشق الظهور ما كيقطفهمش قالت بإعجاب وفضول انت غريبة أتير كتخاف على ظهور بسيطة من الأدم وما عندكش مشكل في أدية البشر أمرك غريب قال أتير حيث بعض البشر ما كيستحقوش الإخلاص والحماية كيف ما كتحتاج هالظهور قالت شكور مقصحك حتى لهذا الدرجة وهو يقول علاش ضروري خستكون عندي عقدة ومأسات باش بنادم يدير عالم ومحده علاش ضروري خستكون عقدة ومأسات باش بنادم يدير عالم ومحده قطحق بالمتدوي وشدها من إيدها وقال لانا انتي الوحيدة اللي شفتي حديقتي السرية قالت بداتشا شنو؟ ولكن قطحها وقال ما عمرني حسيت باللي نقدر نتقاسم هاد المكان مع شي واحد أخر من قبل وهي دقول وعلاش أنا سيدي؟ ما لقاش جواب مقنع هو براثه ما عرفش كيفاش احتلاته بهذا الطريقة وهو يقول وعلاش الله؟ وهي دقوله وعلاش ما تكونش شيرين؟ قال أتير لانا شنو قلنا؟ الاتفاق شيرين ما نذكرهاش وهي دقول لانا ولكن هاد المرة باغا نعرف الإجابة شد وجهة بين إيديه وكيفان انكسار في عينيه وقال ظنيت أنك غدا تفهمي تفهمي سبب مواساة هاد الظهور لي وأنهم هما الإجابة والمواساة والشفاء لي نظرتوا ليها وهو بدك الانكسار عمرها شافتو هكذا ازعجها خاطرها ما بغاتش تشوفو هكا فقدات القدرة على الكلام ما عرفت باش تجاوب وما عرفت ايش تصرف واش تكمل في التمثيلية او لا تحبس وتخبره بكل شي وتختافي من حياته تماما حيث بدايت كتحس بيلي عنده جرحة حميق في حياته هي كتبغي وما بغاتوش يزيد التجرح وهو يقول آتير ايجي ناكله هنا قررت تكمل في التمثيلية خاص هاتعرف وتأكد بيلي حدثها صحيح وغيتها خاطئة العلاقات والتصرفات ديالآتير ما صادرينش منه وإنما مجرد استغاثة عالية للنجدة كيصرخ متألما من جروح روحه اللي كيخبيها على كل شي جروحه اللي احتخى طيبته ما عرفت هونش وخاك تقول باللي كتبغي إذن هي ما كتستحقوش جلسوا في داك المكان اللي شبه الجنة كيدويه في كل شي وعلى والو كيدحق بدات كتتويليه على راسها وهي طفلة كان كيسمع لها باهتمام ولاحظ أنها كتتجنب على أي دكرة ولاحظ أنها كتتجنب تهدر على أي دكرة قبل ما تخرج من طنجة خبره حدثو بيليورا القضية راجل حاول بزاف دلمرات باش يتأكد لكنها كتتهرم من الموضوع وكتهدر على طموحاتها الصحفية وابتكاراتها وأفكارها لتحديد المجنة كان مبهور بجمالها الفتاني ودابة زاد عشق تكاءها وشخصيتها كتر دوزوا أوقات زوينة بالسهر حتى ما شعروش بالوقت فالصراحة لا نعتمد تجبد مواضيع كتير بغاتوا يبقى معاها وما يمشيش عندها تملكوا غيرها وزادت فرحات باللي فعلا ننسى العالم وبقى مركز معاها غير هي حتى طحليل وهي تقول لنا يا رب ثاني مرة كنسى راز شاف في الساعة واستغرب الوقت كيدوز كرمح معاها قالت وخانمشيو شدها من إيدها ومشى المسعد مرة أخرى وبداخله رغبة كبيرة باش يخليها مازال معاها قال لك يا رب هو أنها كتير زوبعة تاع المشاعر الجياشة في داخلها قال لها غنت لقى وغدى في صباح لانا بفرحة قالت باقى كانحتاج توصيله ما نعويش تصيب لي يا سيارتي قرم منها أتير وقال كون غير دا تسمعك هاد الكسيدة زويناش حال هادي هبطوا لبيرو حتى كيتفاجأ في تليفونه كيسوني كان اسم شيرين على الشاشة لمحاته لانا الشي اللي خلاها تفيق من أحلامها خرجات ومشات ما بغاتش تكون المرد تانية في حياة راجلة شدتها من دراحة وتملصت منه وعاود شدتها بقوة وقابلها معاه قال فين حاسبه راسك غادى بوحدك في هاد الليل ما خليش لها فرصة تجاوب وقال زيدي قدامي غادي نوصلك وصلها وكيحس براسه مخنوق بلا بيها مكرهاش تبقى معاه ديما شد التليفون ودوز بوكالة ملشيرين قالت له أتير فين كنتي تاني ايش كتدير لي نسيتي موعد العشاء طفيت التليفون ديالك تاني أتيرت سنة ثواني باش يحس بتأنيب الضمير والدن من جهتها ولكنه ما حسبوه له ومن دمحت على دقيقة دوزها معلانة زعجات ونبرت صوتها المرتفعة ما كرهاش كونسكتات لحقاش كتخليه يخرج من حالة النشوة اللي عاش طيلة اليوم عملاكه الدافئة ماشي مع دمية باللورية بلا روح قال لها آف تحاصرت في اجتماع عمل غدا ونعوض لي صبحي على خير لاحت شيرين التليفون بعصبية والتخشات في الفراش حاسة بالغضب الشديد هي عارفة أنه كان معها ما حاساش بالغيرة نهائيا إنما ما بغاتش تنهازم وتفقده وهو أملها الوحيد باش تنتاقم من عصام عصام اللي قرات أنها تطلم منه هو اللي قدمها الأتير نهار عارفها باش يشوفها بالتوب الأبيض في دراع راجل أخو كيف ما شافتو مرات عديدة وهو معلق بمراتو لا نبقى تفايقة باللي ما كانتش كتناقش نفسياً في صحة قرارها أنها باغت استمر في قضية أتير لحقاش أعطار فات بلي الأمر تعدى مرحلة الإعجاب والإنجداب بأشواط هي فقدات قلبها بمرة وانتهى الأمر فاش شافت اسم شيرين في التليفون تقلقات وخرجات بالزربة هاد الأمر بالتات كان كافي بشيبيين غيرتها خرجاتها رمت التليفون من الأفكار درنات وقتية ولكن كانت غيطة قالت ليها فين انت كنت تصل بيك ساعات هادي صافي استسلمتي ليه هاد السهولة نفسات بغيط ما حملاتش تدوي معها في هاد الوقت وهي تقول لها غيطة كنت كان حسابك مختلفة وكتحدي مستقبلك في كل شي ساعات كنت غالطة ها دغيطة يحك في شباكو منعستي معاه ادوي لانا جاوباتها بغضب ايا صافي سوقتي انا ما سوقيش شكون انتي وشنو ما نصيبك ومنسمحش لك الطاولة عليها بهذا الطريقة احترمي راسك غيطة عرفات من نبرة صوتها باللي ما غلطاتش معاه وتهدنات نسبيا وهي تقول اوكي كم لي على الخطة حاولي تحاصري وتبقي معاه ديما باش تقدم ليك قد عات وهي مش ماء سا وقد تقول واشخانها دكاءها وليبغت تسالي هذه الحريرة ضغيرية قالت انا غدا نوريك غيطة في الصباح لبسات لها نحوه ويجهة وتقادت واخدات قرارها خرجت بكري قبل ما يجي عند هاتير واخدات تاكسي في اتجاه العمل وصفتات ليه ميساج وقالت ليه بلي عيطوا لي هالخدمة وما عندهاش وقت بالزان دارت بعكس نصيحة غيطة وقرات أنها تبعد عليه اليوم واحد باش يستشعر وجودها ويعرف الفراغ اللي خلاته في حياته ومنها تبعد هي باش تأكد من صحة مشاعرها باش تبعد على الهالة الطاغية اللي كيلبسها عقلها بغاته يشتاقل وجودها يفتاقدها ويحنليها ماشي تبقى شي روتيني في حياته وما تبقىش حاجة روتينية في حياته وهاد شي اللي بغات لانا وفي الجهة الاخرى كان اعتير غادي بترتق كان غيهرس تليفون من اللي قال ميساج ديالها كان باغي يشوفها بغاها التواجد معاه ويحسبيها قريبا لي حيث ولات من الضروريات ديال حياته تفكر شيرين وضرب على راسه بإيديه نسى انه واعدها باللي غي عودها اليوم على الامس يد البارح تقدر تكون بارده وما كتبغيهش وهو عارف هاد شي ولكن نواعدها دوز النمرة وحدد معاها موعد ولكن غير قطع وحس بالفراغ مرة اخرى كيف تاقد لانا كيف تاقدها بزاف تفكيره النهار كامل محصور فيها حاولي اتصل بيها ولقى التليفون ديالها طافي وكان غادي يتصل بيها في المجال ولكن درة العقل اللي بقاتل عنده قالت ليه باللي غي تقدر تعرف وتصرف مع لانا خايا كيفاش غيمكن ليه يتغلب على بحال هاد الشوق في المستقبل كيفاش ما يقدرش تخلى عليها وخاصه يلقى الطريقة اللي ترضي القلب والعقل اتير كالجالس قدام شيرين في مطعم راقي كجسد حاضر ولكن دهنه عقله وقلبه وروحه في مكانه كل مرة كيشوف التليفون دياله لعله عسيجي اتصال ولا رسالة من المحدود اعماقه كتصرخ اشنو اللي اترى يك ما بتعدات عليه وهجراته للأبد وعلاش غتهجره بدون اندار كيقول يك ما الاتصال اللي جاني من عند شيرين البارح وين معاها خلاها تبعد قبل ما تتورد علاش مش رحتش لها علاش اتزاد للطرابة يالو والقلق وهو كيتفق التليفون للمرة الخمسين شيرين تعصبات وقالت شنو كاين علاش مقلق هاكا قال وعلو كانت سنة مكالمة هم ثونا تليفون وهي تقوله شيرين كيف ما تفتي في جي معك البارح قال اتير هادي مكالمة مهمة وشايف التليفون عقد حجبانه باستغراب المتصل كان رئيس جهاز الامن الخاص به قال له قاله سهلين شنو كاين سهلين قال سمح لي يا سيدي ايه لازعجدك عارف باللي طلبتي مني التوقف على البحث على حياة هاديك البنت الصحاء قاطعو قال له اه قول شنو كاين قال ليه سالم قال سالم ايه سيدي عرفت واحد المعلومة ضرورية خاصني ضروري نقولها لك اتير قال له ادوي قول خلاص شنو كاين بلا التفتيف سالم قال سي اتير هي هي راها را قال اتير تهضر ملع وهو يقول سالم هي مزوجة سيدي انا رجع له اف ده بغى يكون اتير معاها في دك الموعد ساعات كيدوزو تكال وانا كنت كنت تحرق بنار الغيرة عمرني ضنيت غنوصل هاد المرحلة وغنغيه على شراجه عمر هاد شي مكاليين حعادل يلا ساعات باش عيطات لي يا غيتا وقالت لي يا باللي اتير عود شيرين على الموعد البارح وباللي خاصني ضروري ندير شي حاجة تخصر ليهم الرانديفود يالون وتخليني يجي لعندي اوه هاد غيتا غتخصر المخطط اللي انا دايرة من صباح باش يتوحشني وخاص دقت انا اللي ما حشها ولكن تغلبت على قلبيوت في التليفوني نهار كامل كيفاش غد نخليهي جل عميه قلست كن عد في الدفاعي واش نديرها الا لا ولكن هادي هي الطريقة الوحيدة باش نجيبوه لهنا حي ديما كنشوف ديك الحيرة في عينيه لشأن الماضي ديالي غايغضبي لعرف ولكن اللهم ما يغضب ولا يبقى محشيرين بوحده شديت التليفون ودولت الغيتا قلت ما زال با غا قاتيري خلي شيرين في المطعم ويجي لعندي اينا قالت غيتا اكيد لانا تنفسات بسرعة وقالت اوكي قولي لي باللي كنت مزوجة وهي تقول غيتا قولي لي واش هد الشي بالصحة ويجي تقول لانا ما عندك حتى دخل في هد الشي وصليها ليه بأي طريقة وغيجي قالت غيتا ما تخافيش عندي المعارف وغندير المعلومة في طريقه وما غنبانش لا انا ولا انتي انا رجعوا الحاضر كيبو متزوجة متزوجة هيد الشي اللي كيسمع دابا دمو كيغلي واستعروك بركان على وشك الانفجار كراز على التليفون بأيديهم ضخمة حتى تهرس لانكاسان وهو يقول نوضي غانم الشي عندي مشكل في الخدمة قالت كلو شيرين غير سير حل المشكل غايد ديني بهاء مشا اعتير بين دفاع وبلا تفكير كيفاش مزوجة وعلاش ما غالساش مع رجلها اركب مع الشايفور في اتجاه المقر في سكنة ديالها اما الشيرين عاقت باللي القصة فيها لانا وقررت انها ما تخسرش ليلتها وتخشف بيتها دك الشي على شبقات غالسة كتكمل في عشاها وخبوحدها ولكن مرض جمالها اكيد ما غالس بقاش وحدها وقت طويل شي دقايق حتى لقات ولد عمها غالس قدامها قال عيسان هاد شي اللي لابساه مجاش معاك وهي تقوله الكرسي اللي غالس عليه هدي القاتير هادي بلاستو عيسان باستهزاء جاوبها لا ماشي بلاستو وعمرها كانت بلاستو وقد ما حطيتي عقلك في راسك ووقفتي هاد اللعبة دلعناد غادي يكون حسن قالت ليه شيرين انا غنزوجه واللي في جهدك ديره وهو يقول شيرين عارفة باللي صبر ماشي من شيان الله عارفش حال تحملت وهي تقول يوانت اللي بغتيت تحمل ذواج فاشل قال لها بلا ما تبقى يديري هكا ركي عارفة علش كدو تحملت ما فيه الكفاية داوي على حبك اللي في قلبي الغبية شيرين عجبها الحال نسبيا ولكن سيطرت على نفسها وبدون سابق انظار شد ايديها الباردين اللي كيرشفوا وشاف عينيه وقال خليها شيرين وهو ما كيستاهلكش حيدي الخاتم دياله قالت لا ما غاداش نحيدو وما غنخليهش قال راه خلاك بوحدك ومشا شكون هاد الراجل اللي كيخليش زوجتون مستقبلية بوحدها وكيمشي هزاد رازها بكبرياء وقالت ما خلانيش كان عنده مشكل في الخدمة وانا اللي سمحت ليه يمشي وما بقيتش بوحدي بهاق على برا وقال شيري واش غتسووشي بيه هزاد عينيها فيه نظاراتها كي يبينو ليه شحال مجروحة منه وشحال اداها بتصرفاته ونظاراته من قبل ولكن اللي ما عارفاش هو انه جاه دكشي اللي دار كان في صالحها ولكن ما فهماتش ما فهماتش انه بغاها حتى تنضج بتفكيرها وعقلها وقلبها عادي صارحها برغبته بالزواج منها ما فهماتش باللي انا داك وخايت لم منها الزواج ما غا يكملش دكشي بخير بسباب امو وغيطة اما دافة ولا مستقل هي كانت صغيرة حلانها تستوع مشاعرك رجل بغا يحافظ على شرفها ويدفن مشاعر الحب العنيفة اللي كيحس بيها تجاه بنت عمو اللي من ديما كان كيعتبرها بنتو الصغيرة قالت له شيرين اه غدا نزوج وانت بنفسك اللي غتسلمني ليه ليلة عرسي اول دلعا قال شيرين شيرين عافكي ما تضمريش حياتك علق في الانتقام تافع بحل هذا قالت شيرين انا ما كنتقمش منك ما تمنحش لراسك مركز ما كتستحقوش قال لها غد توجي براجل ما كتبغيهش غير باش تنتقمي وتبيني وجهة نظارك ارتبكت شيرين وقالت شكون قال لك انا ما كنبغيهش انا كنبغيه خبطت طبلة وقال انا ماشي خالتي غيته باش نقتانع بكلامك وشد لها في ايديها وقال انا دايجة شايف شيرين اللي كتبغي بالصحة وعارف هاكي دايرة وهي ماشي انتي دابا قالت بسخدية اياهك دابا ولا تشيري اللي كتبغي من قلبها ما بقاتش العاهرة اللي كتبيع لحمها على قبل متعرخيصة قال سامحيني انا ما قصدش دوك الكلمات حاولت انبعدك عليها وكنت كان انا بضميري بدك الكلام اللي قلت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة